سجال بات يومياً وعزل لجزء من الوطن بغية أهداف يرسمها لعبادي ولا يعرفها أحد تلك خلاصة مشهد الرجل مع أربيل وتفاصيل يومية تحمل الجديد على المستوى السياسي صحيفة العربي الجديد نقلت عن مسؤول في بغداد أن حكومة لعبادي رفضت طلباً من دول غربية بتخفيف العقوبات المفروضة على كردستان العراق مكتب العبادي نفى رسمياً تسلم الحكومة أي رسالة من أربيل بخصوص شروط بغداد أو ملف المفاوضات بشكل عام وأن الأزمة مع أربيل لم تزل على حالها ولا صحة لما نقلته وسائل إعلام محلية وخارجية بوجود تقدم على طريق حلها هكذا قال مكتب العبادي في وقت تزداد فيه ضغوط أمريكية وأوروبية على الحكومة في بغداد لبدء حوار مع أربيل نريد نوحد البلد أن نكون في بلد واحد والكل من يحصل على الحقوق على الإقليم أن أيضاً يتعاون في مجال النفط الآن الإقليم وأكد لكم ما يصدره من النفط حالياً كافي لدفع رواتب موظفي الإقليم بل أكثر حالياً لا زال النفط يصدر وإلى جانب ابتزاز الحكومة في بغداد ومنع صرف رواتب موظفي كردستان العراق الحكومة طالبت دولاً بوقف مساعداتها العسكرية للبشمرقة بذريعة أن الحرب ضد تنظيم الدولة انتهت ولم يعد مبرراً تواصل دعم دول مثل ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة للبشمرقة سجال من الجانبين وتعنت من الإعبادي وأفق مسدود في وقت أعلنت الداخلية وصول وفد من أربيل يمثل دائرة الجوازات والإقامة والجنسية التقى وزير الداخلية الحالي قاسم الأعرج زيارة تزامنت مع إلغاء زيارة كتل برلمانية كردية إلى بغداد وسبب ذلك شعور ممثلي هذه الكتل أن الزيارة لن تحقق المرجوة منها في ظل حالة التصعيد المتواصلة التي يقوم بها الإعبادي دون اتخاذ مبادرة أو خطوة تؤكد أن أربيل جزء من الوطن وليست طرفاً معادياً